طب نعمل ايه عشان نبتدي بقى نستثمر علاقتنا اكتر ونحصنع من كده الشيطان ونعمل ايه عشان ندخل الى رضا الرحمن تعالوا نقول شوية حاجات مهمة ممكن توصلنا الى ده احنا في حياتنا حصل حاجة مهمة دلوقت في حياتنا اتغيرت الادوار في حياتنا اتغيرت الادوار في حياتنا يعني ايه بقى عندنا حاجة مشكلة ضخمة ان الادوار اتغيرت فبقى الراجل بيشارك في البيت اكتر ساعات والست بقت كمان بتشتغل فاختلاف الادوار مش اختلال اختلاف الادوار حصل ايه بقى حصل لكل منا حاسس ناوه بيعمل حاجات مش حاجاته مش دوره فايه اللي حاصل فابتدى يحصل حاجة مهمة جدا 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 احتيك شديد جدا 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 ان حد يقول لحد كلمة حلو ونزاك بقى من الواجبات الاسرية الامتنان لازم كل حد يمتنل لشيك حياته يمتنل لشيك حياتك على اي شيء بيقدمه على فكرة الامتنان ده حتى لو كان صغير صدقني حتى لو كان صغير فققت كتير عارف يحصل ايه بيبقى الامتنان ده شوية الاكسجين اللي هتخليه كمل انا بقول دايما لكتير من الناس الساعات الامتنان ده بيبقى قبرة الحياة اللي بياخدها الانسان عشان يقدر يعيش وعشان كده كل واحد فينا يمتنل لوجود الاخر يمتنل لوجود زوجته في حياته وهي تستحقها هذا الامتنان وهي يتمتنل لوجود زوجها في حياتها وهي يستحقها هذا الامتنان تاني حاجة احنا محتاجين الاحتضان الزوج والزوجة طول الوقت وخاصة في الظروف الصعبة اللي بيحصل ان احنا بنتحط في الظروف صعبة جدا جدا بيبقى محتاجين للاحتضان اللي بيعبر عن كل مشاعر الدعم والسند والمودة والرحم بيجي اولاد يقول لاباقهم لما يكونوا في مدارس ما عرفش ايه ان الاسادزة بيقولوا او الناس اللي بيكونوا الشخصية في مواد تكوين الشخصية بيقولوا ان الواحد لازم يتحضن عدد من المرات طب من بالكم اللي هو شايف نفسه ان هو يشتاء شاي الجبل وان هي محتوطة في ظرف هي مش عارفة هي ما كانتش تستحق كل اللي هي فيه ده الاحتضان ده بيلمي شتات شريك الحياة وعشان كده لابد ان احنا نعمله بقدر كبير من الاحتواء وقدر كبير من محب كمان احنا محتاجين نقوم بالدعم ومن اكتر حاجات اللي تكسب بيها قلب شريك حياتك انك تدعمه سواء في شغله او في حلمه او في دراسته او في علاقته باهله ومعارفه ده شيء مهم جدا الاجراء اللي بعد كده الخامس ده ده اكسير الحياة بقى ايه اكسير الحياة الزوجية الحوار كل يوم اتكلموا مع بعض عن تفاصيل يومكم وعملتوا ايه ونفسكم تعملوا ايه وازاي اللي عملتوا ده بيقربكم من حلمكم ومن سعادتكم اخر حاجةنا من تصور ان احنا محتاجين نعملها الدعاء الدعاء على فكرة من اكثر الاشياء اللي بتحس الانسان بان العلاقة متينة لازم العلاقة تبقى متينة بالدعاء ولو اضفنا بعض الاجراءات دي كمان انه يبقى فيه تواصل فمنفعش يبقى بره معظم الوقت ومنبقاش فيه رسالة او حتى كمكلمة او حاجة تطمن بيها على زوجتك او حاجة تطمن بيه وتطمن بيه على زوجك ده كله حاجات مهمة جدا 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 افتكرت حاجة مهمة كمان التفكير المشترك التفكير المشترك ده لازم يكون بنفكر مع بعض لو انقطعنا عن التفكير المشترك ايه اللي هيحصل هيحصل كل واحد فينا يبقى في وادي وبيشد سفينة الاسرة في الاتجاه اللي هو بيحبه وتتمزق الاسرة لازم نفكر مع بعض ونبقى على افكار بعض ونبني على افكار بعض كمان كل واحد فينا يقول فكرته ويحسن فكرة شريك حياته ونعيش بود التودد لأهل لأهل شريك الحياة كل ده شئ مهم جدا جدا ومحتاجين كمان يبقى عندنا شوية بهجة في البيوت خروجة حلوة كلمة حلوة نكتة ما ترجعش البيت ويدك فاضية ارجع البيت وارجع تاني زي زمان ارجع البيت وفي ايدك حاجة زمان كانوا بيرجعوا بطيخة مش لازم يعني البطيخة مش مش واجبة يعني لكن ممكن ترجع تاني بحاجة تانية تدخل البهجة عليك وعلى الاولاد ويا سلام لو عملنا انشطة مشتركة كمان تكون محببة للطرفين عملنا اكلها مع بعض عملنا حاجة بتغير بها ترتيب البيت مرة روحنا خرجنا واكتشفنا حاجة جديدة ودايما ده يكون كمان معا شوية مفاجآت تصنع الذكريات جديدة والذكريات الجديدة دي بتطبع صور البيت وصور الحياة بصور جديدة تخلينا فاسعد ما يكون يا سادة احنا في الحقيقة محتاجين ان احنا نهتم شوية بحياتنا زوجية ونتركش فرصة للسيطان عشان يلعب بحياتنا لا نتماسك ونستمر في الاقبال على الله ونحس بمدد اللي اسم حانه تعالى وان الحياة ابدا مش هتتوقف وتفضل في نور الله وبركته